يكابد الرعاة في مدينة المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مشقة الحفاظ على حياة مواشيهم وحمايتها من النفوق مع ارتفاع درجات الحرارة وتلاشي الغطاء النباتي ونضوب موارد المياه الطبيعية والذي سببه انقطاع الأمطار جاهدة تحاول حلب أضرع نعتصرها الجفاف وبعد كل هذا العناء تخرج بقليلا من حليبها هذا نتاج التغير المناخي شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بلغت أشدها في مدينة المالكية في محافظة الحسكة السورية الحرارة يعني إذا ما تبرده بشغلة نهر مي تمال يموت والأنتاج بده يضعف تعرف انت جوحار حيوان ما تنتج اللي تحلب عشر كيلوات مثلا ويحتحلب لك أربع كيلوات هذا من الحرارة يعني حصرا وعدك من العلف خائرة القوى ترعى في حقل واسع أجرد لا غطاء نباتي أخضر يشبع نهمها ولا أشجار تتفيأ بظلها قيذ شديد بالكاد تنتقد فيه أنفاسها الجو السنة مثل العام يعني يعني جو السنة لأنها هي جفاف من البداية من الربيع مطر ما أجه الشتاء كله ما أجه بقى الأرض هي جفاف وفوقها هي كمان حر زيادة والأنتاج يقل كل ما جوحار وكمان مرع مظبوط ما بي الأنتاج الحيوان يقل يعني يكابد هذا الراعي يوميا لإنقاذ ماشيته يهش عليها بعصاه لاقتيادها صوبة ساقية صغيرة تتسابق إليها وترمي بأجسادها المشبعة بالحر لتبريدها وتتسلل أخرى إلى بركة طينية ضحلة تفرق أجسادها بوحلها جو هلا بالصيف حار ووجبار يعني الحيوانات ما يقدر يبعد عن ماء زيادة يعني شغلت ساعتين الصباح يصرحوا مشان يعني شوي يأكلوا ويرجعوا بعدين على الماء ما يمشي حانهم من دوم ماء والجو حار لم يقدر لهذا العجل الصغير أن ينموا في مناخ طبيعي ويسمن كأسلافه السابقين يكافح الآن النفوق وما جناه عليه التغير المناخية